اشتركوا في القناة باعادة سيف الاسلام القذافي الى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية اشتركوا في القناة اهلا بكم اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على سقل مهارات ذو الهمم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع جاء ذلك خلال قيام الرئيس السيسي ضمن مشاركته في النسخة الثالثة من احتفالية قادرون باختلاف بتفقد الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل اتحاد من قبل ابطال الاتحاد الرياضي المصري لاصحاب القدرات الخاصة بالاضافة الى تفقد اجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم كما التقى الرئيس السيسي بعضاء اوركسترا النور والامل كان الرئيس السيسي قد اعلن خلال احتفالية قادرون باختلاف حزمة اجراءات تنفيذية لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية ان كل الناس في مصر بتحبكوا اوي وسعيدة بيكوا جدا وزي ما قالت يعني في باية التقديم ان الدعم الايجابي من الناس كل الناس لكم امر مش هيتوقف وحيزيد واحنا بنتحرك صحيح مش بخطوات قوية اوي لسه لسه ما وصلناش للتقديم الحقيقي للكنز اللي ربنا بعثهن اللي هو انتم فاهلا وسهلا للعام الثالث على التوالي وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم ومتحد الاعاقة شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفالية التي يقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات بعنوان قادرون باختلاف بالتعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي دعما وصونا لحقوقهم وسعيا لدمجهم في المجتمع سياسيا واجتماعيا وثقافيا ورفع الوعي لدى مجتمعهم باهمية دورهم بالرغم للسنين الصعبة اللي عدت على العالم كله بسبب فيروس كورونا لكن الكورونا ما غالبتناش واحنا اقوى المصريين عملوا مشاريع كتير في كل مكان في مصر بنحلم ونحقق احلم ابطال تحدوا اعاقتهم فصارت محنهم منح من الله ورصيدا اضافيا وطاقات لم تستغل بعد لمجتمعهم في كافة المجالات قصص تروى ويتناقلها كل مصري بفخر واعتزاز تجد صداها لدى قيادة سياسية وعية ودولة حريصة على استثمار كل طاقات ابنائها حلمت بالبرنامج عشان اناقش ادي اخواتي اصحاب الهمم قادرون باختلاف وعشان حضرتك تكون اول واحد مننا يا عبد الرحمن انا شايف ان احنا كسبنا اعلام رائع وده فرصة ان احنا نقدمه النهاردة لكل مصر والدنيا كلها انا بحب بلتي ومحب بيش بلتي ومحب بيش رئيس وانا كمان بحبكم جدا حوار مفتوح امتد طرفاه بين رئيس استمع بكل جوانحه لاصوات براع في مقتبل العمر يملكون احلاما وامالا عريضة متسائلين كيف ما شاءوا عن امور واخبار لم تسأل للرئيس من قبل خدرتك سيد الرئيس ايه اكبر لحظة مرت على خدرتك في حياتك وايه اصعب لحظة مرت على خدرتك في حياتك اصعب لحظة اللي هي الفترة اللي حسيت ان فيها بلدنا ممكن تروح دي اسعب لحظة لحظة طب اسعب لحظة لسه ما جاتش اسعب لحظة لسه ما جاتش حاولوكم مشانا جاوبت هاجاوبت اسعب لحظة هو الحلم اللي انا بحلمه البلدي اكتر امنية شخصية حضرتك بتتمنها وايه اكتر امنية لمصر حضرتك نفسك تحققها اكتر امنية شخصية ان ربنا يرضى عني إن ربنا يردع عني ربنا يردع عنك دي أكتر قمنا شخصية بالنسبة للمصر زي ما قلت العالي جدا في الأول إن أنا بأحلم لها وبأحلم بيها وليها بيكم وبكل الناس ولم تعلوا الدولة جهدا في سبيل تمكين أبنائها من ذوي الهمم في كافة المجالات اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا حيث باتت السبع سنوات الأخيرة نقطة فاصلة على طريق دمجهم بمجتمعهم ونقطة انطلاق نحو المزيد من المكتسبات المنجزة بحقهم جهود المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة هي بيعمل جهد كبير في الإطار القانوني وفي الدعوة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وفي متابعة الخطط مع وزارة التضامن تحقق 2329 ميدالية زهبية وفضية وبرونزية في جميع المنافسات والبطولات الرياضية العالمية والقرية وفي دورة الألعاب الأولمبية والبارا ألمبية لم نعد ضعفاء نستقوى بالله وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوانين الدولة وهذا هو هدف احتفاليتنا نحن أقدر وأقوى وهذا ما رأيناه اليوم ويتجدد وفاء الدولة بوعودها في مثل هذه الاحتفالية من كل عام فالمزيد من البرامج والخطط لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المشروعات والمبادرات القومية تدخل إذا حيز التنفيذ لتتحول من أحلام طال انتظارها إلى واقع يفتح أمامهم آفاقا غير متناهية للمستقبل ومن خطط وتوصيات إلى توجيهات رئاسية أعلنها الرئيس السيسي تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنوية الخاصة بزوي الهمم خيام قطاعات الانتاج الفني والثقافي بانتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات زوي الهمم وإسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة أصبح تقدم الأمم والشعوب يقاس بمدى ما أحرزته من تقدم في مجال دمج زوي الهمم ومتحد الإعاقة في مجتمعاتهم وفي مصر سعت القيادة السياسية منذ سنوات إلى استثمار هذه الطاقات البشرية الهائلة وتمكينهم سياسيا واقتصاديا واكتماعيا على رشوان النيل يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في أعمال الدورة السابعة من منتدى دكار الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا كان شكري قد توجه أمس إلى السنغال للمشاركة في المنتدى الذي يوقد على مدار يومين تحت رعاية الرئيس السنغالية ماكي سال بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم إضافة إلى ممثل العديد من الشركاء والمنظمات الدولية والإقليمية وتنعقد الدورة السابعة من المنتدى تحت عنوان تحديات استقرار وبزوغ إفريقيا في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلية بالزعم أنه دهس حارس أمن قرب حاجز جبار غرب مدينة طول كارما شمالية الضفة الغربية وقالت تقارير إسرائيلية إن حارس الأمن نقل إلى المستشفى وتتركز إصابته في الأطراف والصدر والرأس لكن وضعه مستقر ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتعزيزات إلى منطقة الحاجز أصدرت محكمة استناف سبهة جنوبية ليبيا أمس الأحد حكما لصالح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل في الطعن المقدم ضده من مفواضية الانتخابات وبإلزامها بإعادته إلى قائمة المترشحين النهائية كانت مفواضية الانتخابات قد قررت الاستئناف ضد القرار الصادر من محكمة سبهة القاضي بإعادة سيف الإسلام إلى السباق الرئاسي لكن دائرة الاستئناف حكمت لصالح القذافي وهو حكم بات ونهائي تلتزم المفواضية بتنفيذه بحسب أنصار القذافي أفادت مصادر عراقية بمقتل خمسة أشخاص بينهم أربعة من جنود البشمرقة في مواجهات مع مسلح تنظيم داعش الإرهابية بقرية قرى سالم في كاركوك شمالية العراق كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية عراقية أن مسلحين تابعين لتنظيم داعش اقتحموا قرية أخرى هي قرية لهيبان في محافظة كاركوك شمالية العراق بعد هجوم بدأوه السبت وضفت المصادر أن أهالي القرية قاوموا المسلحين قبل أن يغادروا القرية وأن المسلحين قاموا بإضرام النيران في بعض منازل القرية يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جولة خليجية يستهلها بالزيارة سلطنة عمان اليوم وتشمل الإمارات والبحرين وقطر والكويت تأتي الجولة قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف ديسمبر الجاري يلتقي اليوم في العاصمة الهندية نيو ديل هي الرئيس الروسي بلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندية نارين درامودي حيث يطغى ملفاء الطاقة والدفاع على المحادثات المرتقبة وقبل اللقاء اجتمع وزير دفاع البلدين في إطار اللجنة الروسية الهندية حيث بحث التعاون العسكرية الثنائي وبدأت روسيا هذا العام تسليم الهند أنظمة دفاع مضادة للطيران من نوع S-400 رغم استياء واشنطن التي لم تستبعد فرض عقوبات على نيو ديلهي ردا على ذلك أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 900 إصابة وإصابتين وخمس واربعين وفاة بفيروس كورونا المستجد في مصر أمس الأحد وقالت إن عدد المتعافين ارتفع إلى 300 ألف وألف وثلاثمائة وثماني حالات من أصل 363 ألفا ومائة واثنين وستين مصابا توفي منهم 20 ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون قضت محكمة أردنية بحبس خمسة من كبار مسؤول وزارة الصحة لمدة ثلاث سنوات لتسببهم في وفاة عشرة من مرضى فيروس كورونا في أعقاب انقطاع الأكسجين بمستشفى حكومي وحملت المحكمة المديرة السابقة لمستشفى الصلاة وأربعة من كبار مساعديه المسؤولية عن الوفيات وتوفي المرضى الذين كانوا يتلقون العلاجة في المستشفى في مارس عندما أخفق المسؤولون في التصرف بعد انقطاع الأكسجين في جناح فيروس كورونا لنحو ساعة أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رمافوزا اليوم أن بلاده تجهز مستشفياتها لاستقبال المزيد من المرضى في الوقت الذي تدفع فيه سلالة أوميكرون من فيروس كورونا البلاد إلى موجة رابعة من مرض كوفيد 19 وقلر مفوزا في نشرة إعلامية أسبوعية أن أوميكرون يهيمن فيما يبدو على الحالات الجديدة في أغلب أقاليم البلاد وعددها تسعة أقاليم وحث الشعب على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس ورصد المتحور الجديد لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي وآثار قلقا عالميا إذ تخشى الحكومات من موجة جديدة من ارتفاع الإصابات قال مستشار البيت الأبيض لشؤون الصحية الدكتور أنتوني فاوتشي إن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد أقل خطورة من سلالة دلتا مع بدء العام الثالث لاكتياح فيروس كورونا العالم ما زالت داعيات سلالات الفيروس المتجددة تلحق أضرارا واسعة بالدول خاصة جنوب أفريقيا ماهدي أحدث سلالات كورونا المعروفة باسم أوميكرون التي رفعت إجمالية عدد الإصابات بالفيروس بها إلى أكثر من ثلاثة ملايين إصابة ونحو تسعين ألف وفاة تكمن المشكلة في استمرار التجاه المجتمع الدولي بتوجيه اللوم إلى جنوب إفريقيا أعتقد حقيقة أنه عمل غير نزيه مع وجود أعداد كبيرة من متحورات الفيروس لا أعرف عددها إنه أمر خاطئ ويتسبب في معاناة الشعب ولجال الأعمال لذا يجب على دول العالم أن تعي تبعات ما تقرره من فرض قيود حظر السفر تجاه جنوب إفريقيا ألحق أوميكرون خسائر فادحة بقطاع السياحة في جنوب إفريقيا التي لم تهنأ بخروجها من قائمة حظر السفر البريطانية المفروضة في أكتوبر الماضي حتى دخلت في قائمة جديدة للحظر لقد تلقينا نحن شعب جنوب إفريقيا صدمة كبيرة من تدعيات هذا الفيروس وفيما يتعلق برجال الأعمال الذين يساهمون في النمو الاقتصادي لهذا البلد لقد خسروا بشدة من قيود حظر السفر وفي الولايات المتحدة أسوأ بؤرة لفيروس كورونا سابقا على مستوى العالم بحصيلة 50 مليون إصابة و800 ألف وفاة تم رصد أوميكرون في 15 ولاية على الأقل وعلى الرغم من ذلك اعتبر المسؤول الأول عن شؤون التعامل مع الفيروس الدكتور أنتني باوتشي أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات مؤكدة وأنه لا يبدو أن المتحور الجديد ينطوي على درجة عالية من الخطورة إلا أن شركة موديرنا رائدة اللقاحات الأمريكية المضادة للفيروس رجحت انخفاض فعالية اللقاحات الحالية ضد السلالة الجديدة وعبر أنحاء العالم تمكن أوميكرون من اقتحام حصون الإجراءات الاحترازية في 40 دولة على الأقل ففي أوروبا القارة العجوز التي كانت أسوأ بؤرة لانتشار كورونا بين قارات العالم ارتفع معدل الإصابات اليومي بالفيروس في ألمانيا إلى أكثر من 64 ألف إصابة ونحو 380 وفاة في بريطانيا بلغ متوسط الإصابة اليومي بفيروس كورونا في البلاد أكثر من 42 ألف إصابة بالفيروس و127 وفاة خلال 24 ساعة فقط وما زال أكثر من 7000 مصاب بكورونا يطلقون العلاج في المستشفيات وألحقت بريطانيا 10 دول بالقائمة الحمراء لحظر السفر من بينها زامبيا وزنبابوي وأنجولا وفي روسيا سجلت البلاد نحو 33 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 1200 وفاة خلال 24 ساعة فقط على الرغم من تلقي 64 مليون شخص جرعتي اللقاحات المضادة لكورونا كاملتين بينما تلقى أكثر من 72 مليون الجرعة الأولى للقاح استخدمت شرطة مكافحة الشغب في بلجيكا مدافع المياه لتفريق مظاهرة ضد الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا بخراطيم المياه والغاز المسيلي للدموع فرقت شرطة مكافحة الشغب بوسط العاصمة البلجيكية بروكسل المئات من المحتجين الرافدين لإعادة تجديد القيود بهدف احتواء فيروس كورونا خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على القيود المشددة التي فرضتها السلطات يوم الجمع الماضي للحد من ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا التي جعلت من بلجيكا أحد أعلى معدلات الإصابات بالفيروس في أوروبا لا أقبل التمييز بأي شكل من الأشكال وترخص الحصول على اللقاح من أشكال التمييز وأقوبات على العاملين الذين لم يحصلوا على اللقاح نحن بصدد التطعيم الإلزامي يجب علينا أن نرفضه لا نريد الدكتاتورية أعتقد أن الضغوط كبيرة لا يجب إلزام الكبار بالتطعيم ولكن الضغوط كثيرة من الجيران وزملاء العمل والأصدقاء حتى في العائلة الواحدة هناك انقسام كبير بين الناس وشملت القيود الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في موسم العطلات وارتداء الكمامات بالنسبة للأطفال بدءا من سن السادسة وكانت الحكومة أمرت بإغلاق النواد الليلية والمطاعم في الحادية عشرة مساء لمدة ثلاثة أسابيع وتصعدت التكهنات بأن موعد الإغلاق ستصبح في الثامنة مساء لكن مجلس الوزراء أرجع القرار وفقا لأحدث الإحصائيات بلغت الزيادة الأسبوعية في الإصابات 6% مقارنة بالأسبوع السابق في حين ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات بنسبة 4% ويتواجد حاليا أكثر من ثلاثة ألاف وسبعمائة شخص في المستشفيات مصابين بالفيروس وتوفي ما يزيد على 27 ألف شخص بالفيروس منذ بدء الجائحة أصدرت محكمة في ميانمار اليوم حكما بالسجن لأربع سنوات بحق الزعيمة أونغ سان سوتي بعد إدانتها بالتحريض وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكوفيد كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين مينت أربع سنوات بالتهم ذاتها وفق مصادر محلية أوضحت أنهما لن ينقل إلى السجن فورا وأكدت أنهما سيواجهان اتهامات أخرى في العاصمة يبيده وحيث يتواجدان حاليا فاز الرئيس الجامبي المنتهية ولايات أداما بارو بأغلبية ساحقة في الاستحقاق الرئاسي الذي نظم السبت الماضي في البلاد وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية وحصل بارو على أكثر من 53% من الأصوات متقدما بفارق كبير على منافسه الرئيسي أوسينو داربوي الذي حاز على 27 و 17% من الأصوات لكن معرضي بارو قالوا إنهم يرفضون هذه النتائج حتى قبل إعلانها بشكل نهائي وإنهم يحتفظون بكل وسائل الرد أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال حفل ختام دورته الثالثة والأربعين جوائزه وفز فيلم ثقب في السياج بجائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم بحفل على المسرح الكبير لدار الأوبرا اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الثالثة والأربعين حيث أعلن عن فوز الفيلم المكسيكي الثقب في السياج للمخرج خواكين دالباسو بجائزة الهرم الذهبي للمهرجان بينما فازت بجائزة الهرم الفضي لأفضل إخراج لورا ساماني عن فيلم جسد ضئيل من إيطاليا وذهب الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثاني لفيلم انطوائيون من كوريا الجنوبية ومنحت لجنة تحكيم المصابقة الدولية جائزة أفضل إسهام فني للمصور خوسي أليون عن الفيلم الإسباني إنهم يحملون الموت فيما حصل فيلم 107 أمهات من سلوفاكيا على جائزة أفضل سيناريو وفاز المصري محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل فيلم هرجان عن فيلم أبو صدام والإيطالية سواميرو طولو على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم كيارا وحصد جائزة تصويت الجمهور الفيلم الأردني بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حندان وبطولة سب مبارك وفرح بسيسو وحنان الحلو ومريم باشا وخالد الطريفي في مسابقة آفاق السينما العربية فاز بالجائزة الفيلم اللبناني دفاتر مايا للمخرجين جوانا حاجي تومة وخليل جريج فيما حصل الفيلم الوثائقي من القاهرة للمخرج هالا خليل على جائزة أفضل فيلم غير روائي ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم اللبناني فياسكو للمخرج نيقولا خوري وعذابت جائزة أفضل أداء تمثلي إلى عفاف بن محمود من تونس عن دورها في فيلم أطياف كما نواهت لجنة تحكيم المسابقة بالفيلم التونسي قطحة للمخرج أنيس الأسود في مسابقة الأفلام القصيرة فاز بالجائزة الفيلم التونسي نقطة عمياء للمخرج لطفي عشور فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة إلى فيلمي ولا حاجة يناجي إئفل من نصر وثم حل الظلام من لبنان في مسابقة أسبوع النقاد فاز بالجائزة فيلم الغريب للمخرج أمير فخر الدين وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم جذور برية من المجر وفاز بجائزة أفضل فيلم عربي في جميع مسابقات المهرجان فيلم الغريب للمخرج أمير فخر الدين وحصد جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين الفيلم التونسي غدوة بطولة وتأليف وإخراج ظافر العبدين قال محمد حفظي رئيس المهرجان إن الإقبال هذا العام كان غير مسبوق وإن عدد التذاكر المباعة في هذه الدورة تجاوز 42 ألف تذكرة وأضف أن المهرجان يفخر بالمحتوى الذي يقدمه والفرص التي يتيحها سواء لتمويل الأفلام الجديدة من خلال أيام القاهرة لصناعة السينما أو التعلم وتبادل الخبرات إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى ختم نشراتنا إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء الرئيس سيسي يؤكد حرص الدولة على صقل مهارات ذوي الهمم ورعاياتهم وتمكينهم ودمجهم شكري يشارك في الدورة السابعة من منتدى داكار الدولية حول السلم والأمن في إفريقيا حكم قضائي بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى ختم نشرتنا قدمناها لكم من النيل للأخبار إلى اللقاء